موسيقى مساء الخير اصدقائي العزاء اتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة احنا النهاردة هنتكلم عن غزوة بني قينقاع بين محمد واليهود وقبل ما نبدأ في الموضوع احب اذكركم بدعم القناة عن طريق الاشتراك في القناة وضغط زر الجرس عشان يجيلك اشعار بالفيديوهات الجديدة وعمل لايك على الفيديو ان اعجبك ومشاركة الفيديوهات على مواقع التوصل الاجتماعي ويمكنك ايضا مشاهدة الفيديوهات السابقة قد تجد فيها ما ينفعك هنتكلم النهاردة عن غزوة بني قينقاع اولى حروب محمد ضد اليهود كما نعلم هناك ثلاث قبائل يهودية كانت تقطن في المدينة في وسط المدينة كان بني قينقاع وعلى اطراف المدينة بني قريضة وبني النظير وكما تكلمنا سابقا في فيديو اسمه لما ذكرها عرب والمسلمون اسرائيل السبب الرئيسي لهذه الغزوات وهذه الحروب ضد اليهود لم يذكره طبعا المسلمون لانه يفضح نبيهم السبب الرئيسي ان اليهود رفضوا الامام بمحمد ولم يقروا انه نبي ورغب انه عمل معهم معهدات سلام لكنه كان يتربص لهم بالعمية المصرية كده بيتلككلوهم يعني عشان هم بيهزوا مصدقيته وسط المسلمين من الانصار من الاوس والخزرج يعني في كثير من العرب كانوا يقولون لو ان محمد نبي حقيقي فسيؤمن به اليهود لكن عندما رفضه اليهود ورفضوا الامام به فقد مصدقياته عند كثير من العرب فكان محمد يخطط لطردهم من المدينة فاسباب الغزوات اغلبها الغزوات او الحروب ضد اليهود مختلقة اختلقها محمد زي ما احنا هنشوف للتنكيل بهم ولطردهم من المدينة لانهم لم يؤمنوا به مما يبين ان محمد كان ارهابي يعني كل من لا يؤمن به يقتله ويشرده تمام خلينا نبدأ في الموضوع غزوة بني قينقاع كانت في السنة الثالثة من الهجرة سنة 624 ميلادية جنوب المدينة المنورة وانتهت بجلاء يهود بني قينقاع طيب سبب الغزوة يعني اولا بني قينقاع بطن من يهود المدينة وكانوا يسكنون وسط المدينة ويشتغلون بصناعة الذهب والحديد والاواني والتجارة يعني ناس ايه في حالهم يا باشا وناس ايه اصحاب صناعة انت اخبر بلك وتجارة انت فاهم مش الاضيش زي محمد يعني لهم مهنة يكتسبوا منها زي محمد واصدقائه الذين يعيشون على السلب والنه وكانوا يعني كما يقول المسلمون اشجع اليهود وهم قوم عبد الله بن سلام عهدهم رسول الله صلعا بعد تمام الهجرة مع سائر اليهود الاسباب التي يقدمها المسلمون ايه هو بيقولك والله بعد انتصر المسلمين في غزوة بدر ازداد حقد اليهود بخاصة يهود بني قينقاع على المسلمين وجهروا بعادئهم للمسلمين فبدأوا ينقلون اخبارهم للمشركين ويقون عدائهم ويدلون على عورات المسلمين تمام? طبعا هذا لما يحدث تمام انت تعرفت من انهم يحاكموا عليك نمر واحد انت فاهم؟ ولم يجهروا باعداءة للمسلمين ولم يقوموا اي عمل عدائية زي ما هنشوف انت فاهم؟ كل هذه ايه؟ ادعا لات هنشوف بقى محمد هنشوف السبب بقى ايه الرئيسي انت سأخبر لك لأن محمد حريبهم وكان عايز يقتلهم فذهب إليهم صلعا في سوقهم رحلهم السوق بتاعهم وحذرهم من مغبة الطغيان والمخالفة المستمرة التي كانوا عليه طب لو كلامهم صدق لو كلام الكتاب السيرة النبوية صادقين كمحمد يروح يقول لهم لا تجهروا بالعداء ولا تنقلوا أخبارنا للمشركين صح؟ كانت نطلب منهم كده لكن ما قال لهمش كده قال لهم يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا يعني محمد رايح يفرض عليهم الإسلام بالإجبار وبقوة السيف وبيقول لهم أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا وإلى أصاب قريش عزيمتهم في بدر ومقتل الناس منهم يعني محمد بيهددهم بالقتل بيقول لهم أسلموا يهمها تقتلوا كما قتلت قريش كويس؟ يبقى دوات راح بإيه راح بيفرض إيه؟ بيفرض سطوته عليهم وبيجبرهم على الإسلام وكما نعلم كلنا الإسلام دين سيف وانت شرب بالإيه؟ بالإرهاب ودي أدلة دليل صحيحه بص يا معشر يهود أسلموا يعني مش بيقول لهم مثلا إيه؟ ما خليكم مسلمين معانا ولا بتاع هو بيقول لهم أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريش راح بيهدده فقالوا له يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغبارا لا يعرفون القتال إنك لو قتلتنا لا عرفت أننا نحن الناس وأنك لم تلقى مسلم قال لهم محمد يعني أنت إيه مغركش يعني إيه أن إنت هزمت قريش وبتاعه وهم ما ملهمش في القتال ده ناس تجار وبتاعه لكن إنت لو قتلتنا تعرف أن إحنا شباب تماميا تمام وطبعا محمد راح مقال في آية من القرآن من دماغه راح آية اللي هي إيه في سورة قال عمران 12 قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم تمام بص بقى السبب الذي اختلق به المسلمون يعني إيه يعني عارف إيه استنعوا بيه مشكلة مع بني قينقاء عشان يبرروا إيه طردهم من المدينة وما كانوا عايزين يبيدوهم جماعيا لكن هنشوف زي ما هنشوف عبدالله بن وباي بن سلول اللي هو بيسموه زعيم المنافقين هو اللي منع محمد طيب يقول لك بقى لم يقف الأمر عند هذا الحد بل تصاعد الأمر فأخذ وتحرشون بالمسلمين في جرأ واستيطار حتى أنهم أخذوا التعدي على النساء المسلمين وهذا لم يحدث وليس له أي دليل في التاريخ ولا المروية الإسلامية في المروية الإسلامية جات قصة مجهولة لم يسمى أصحابها مما يدل على أن هي مختلقة اللي هي بيقول لك بقى وكان من أمرهم أن امرأة من العرب دي بدايت بقى اللي هي العركة أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها فبعتوا بسوق بني قينقاء وجلست إلى صائغ بها فجعلوا يريدونها على كشف وجهها يعني قاعدوا إيه يغروها عشان تكشف وجهها طب أنا عايز أسألك سويا اليهود أنت فاهم يعني 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 يسألوا يعني هرودوا امرأة مسلمة بدوية جربانة معفنة أنت فاهم والشياء زيطزة يعني تمام عشان تكشفوا الشياء ليه تمام المهم فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده في ظهرها فلما قامت انكشفت سوقتها تمام يعني انكشف إيه صدرها بقى بززها وكده فلما قامت انكشفت سوقتها فضحكوا بها يعني دي حكوا عليه فصاحت فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله وكان يهودي يعني حتى بافتراض أن القصة دي صحية وهي قصة واضحة أن هي مختلقة لأن ليس فيها أسماء أشخاص امرأة من العرب عند صائغ ما فيش زي عادة المسلمين خدت بالك عادة المسلمين مروا قصة سيقعدوا هم مغرمين بالتفاصيل يقعد يقول لك أسماء وفلاني بن فلان وراحت فلانة بنت فلانة لكنها ما ذكرتش أسماء دليل أن هي قصة مختلقة وضعها إيه من أتى لاحق تمام فحتى لو افترضنا أن هي قصة صحيحة وواحد يا عم تحرش بامرأة مسلمة هل يجوز لك أنت تقتله صح ولا بالصح يعني تحرش بامرأة مسلمة اضرابه طيب لكن تقتله تمام فالمسلم ده قتل اليهودي وشدت اليهود على المسلم فقتله عدل واحد قدام واحد فاستصرخ أهل المسلم المسلمون على اليهود فغضب المسلمون فوقع الشر بينهم وبين قينقاء طبعا ده السبب الوهمي اللي هم حطين والسبب الأصل زي ما قلنا محمد بص محمد اللي حصل هو لما جي المدينة هو فقير وصحاب المهاجرين اللي جيئين معي جيئين من غير فلوسهم وهو معتمد عالمين اللي بيقولوا بيكفلوا اللي انت خبلك الأنصار تمام ببعض أموال عثمان بن عفاء فالأموال شحت معاهم والدنيا بقت وحشة ويعملين ياكلوا كده لما حصل فابتدوا يعملوا ايه يقطع الطريق على القوافل بتاع القريش تمام فغزو البدر كانت بسبب ان محمد حاول يقطع الطريق على قوافلة أبي سوفيا تمام لما المسلمين ينتصروا في غزو البدر تمام غانموا مغانم كثيرة يعني طبعا هي مش كثيرة بمعاييرنا دلوقتي لكن بمعاييرهم لو انت تخيلت انا عايز دايما انت بتسمعني الخلاك وبقى واسع انت فاهم لو هو مش عايز يوسع معاك واسع بالحشيش يعني انت فاهم ان يعني الخلاك الواسع دا يعني هو اللي بيديك الابداع تخيل انت كده شكل المدينة دي عاملت ازاي وشكل محمد وصحابه فقرة وبعدين فجأة غانموا مثلا ربعمائة خمسمائة جمل ومتين تلتمائة حصان اللي كانوا مع قريش والاموال اللي كانت معاهم والسيوف وكده فبقى معاهم ايه فلوس ودقوا طعم اللقمة لقوا العملية حلوة قوي موضوع ان انت تتحارب ناس دا وتهزموا وتاخد اللي معاهم دا موضوع جميل تمام ويا العرب كانت عايشة كده تمام المحترمين الواحدين كانوا من العرب هم اليهود دول ليهم صنعة انت فاهم والانصار دول قبل ما يجي محمد هم اصلا كانوا ايه يعني بلتجية بسموهم الصعاليق كانوا بيتربصوا بالقوافل التجارية وبياخدوا عليها ايه بياخدوا عليها نسبة او بياخدوا عليها فلوس فكانوا قطع طرق بتوع كارت بيلموا كارت اللي مصر عارف ان ايه كارت تمام فهو دلوقتي بعد بدر وبعد ما دا النعمة انت فاهموا عجبته الموضوع ففكر في مين فكر في بني قاينقاع ازا ما هنشوف بني قاينقاع دول كان عددهم اولاي اللي هو جيش من كله سبعمائة واحد يا باشا وهم كلهم بالنسوانهم باطفالهم اللي هتجاوز اربعة خمس تلاف شخص فمحمد قال لك بس امعلي ما نعمل فيهم زي ما ايه زي ما عملت في ايه في قريش ودولك مش عرب ما لهمش اهلي يسألوا عليهم فنعمل ايه بقى هتلكيكلهم واروح محاربهم قاتل المقاتلة بتوعهم من هو الجيش بتاعهم واخد بقى الدهب والفضة بتاعتهم واخد نسوانهم وبتاع وفي نفس الوقت بقى استراحتي ايه استراحتي منهم لان اليهود في المدينة زي ما عرفنا قبال التلاتة اللي هم بني قينقاء وبني النظير وبني قريزة التلاتة رفضوا ان هم يبنوا بمحمد وقالوا له انت مش يعني احنا بنحترمك او بتاع بس انت مش نبي ولا حاجة ولا نؤمن بيك فده كان مداء محمد جدا عشان كده تلاقي دايما دلقات في القرآن لكن في الاول ايه بقى يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي اللتي انا عمت عليكم عمال يدعيبهم كده ونغيشهم الاول يعني يتلطف معهم في القول لما الاول كفروا بي لعنى الذين كفروا من بني اسرائيل ومش وتلاقي الابة اللي هي عمالة تشتم فيهم وتسبهم خليك واخر بالك من نقطة مهمة جدا بداية القتل بداية ان انت تقتل ناس انت فاهم لازم تحقرهم الاول لازم تأتي بنصوص تحقرهم وتنتقس من انسانياتهم ومن قيمتهم عشان يبقى مبرر لك قدام اصحابك ان انت تقتلهم فمحمد عمل كده فبعد كده نزلت الاية اللي هو قالفها من دماغه في صورة الانفال انت فاهم واما تخافنا الانفال قلنا يعني غنائم واتكلمنا عليه في محاضرة رائعة لازم تشوفوها اللي هي اسمها غنائم اما السلقات تمام فقال بقى واما تخافنا من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين فيعني ايه هو اللي بيدور في ذهنه وبيقلف عليه قرآن فالقابة تقول لك لو خفت من قوم ما خيانة فانبذ اليهم على سواء يعني اعلنهم بالحرب ان الله يحب الخائنين يعني ما تغفلهمش اعلنهم بالحرب طب هم ما خانوكش ده هو الخوف ده ظن تمام يعني احتمال انت فاهم فمحمد بيناخد نفسه مش هو بيقولك ان بعد الظن اسم وان الظن لا يغني من الحق فانت بتظن فيه هما ما عمل لكش حاجة الغد لقتي الاية دي دليل ان هما ما عمل لكش حاجة انت خاف منهم بس عشان هما مش مؤمنين بك تمام فقال صلعا انما اخافهم بني قينقاء اهو بيعلن صراحة انت فاهم يعني هو خاف منك وعملوش حاجة الناس انت فاهم فصار اليهم لهذه الاية وعلى فور جمع الصحابة جهز جيش وانتخل سريعا الى حصون بني قينقاء وحصرهم داخل حصون تمام تعالى بقى ايه نبص ايه طبعا طبعا القصة اللي رونها تاعت المرأة اللي هي شد ويساوبها عنها ده يعني فيه نقاب يقول لك لم يروي هذه الحديثة ابن اسحاق كما لما يذكرها الطبري في تاريخ ولا ابن سعد في طبقاته لكن ذكرها ابن كثير وابن هشام واللي وجد ذكر في المصادر التاريخ لا اسم المرأة ولا اسم الصائغ ولا المسلم الذي قطره ده دليل ان القصة متألفة تمام طيب محمد بقى عمل ايه انتو خبالك جمع العضيش بتوع العصابة واستخرف رسول الله على المدينة ابا لبابة ابن عبد المنذر وبدأ الحصار يوم السبت في النصف من شوال سنة اثنين هجرية وظل اسبوعين كاملين حتى قاتبها الله في قلوبهم المرأة حصورهم ايه اسبوع ايه طبعا المسلمين قعدوا زرورته يقول لك ده كان عندهم اكل الكافيوم سنين وهم الله قذب في قلوبهم المرأة ولا عندهم اكل الكافيوم بالسنين ده الناس عايشة في الصحراء باشا انت فهم هو لما حصرهم خفوا على نفسهم تمام فنزلوا على حكم رسول الله وخرجوا من حصونهم تمام فخرجوا من ايه حصونهم وفاكرينه هيجليهم شوف بقى وساخة محمد وحقارة محمد وقذارة محمد واجرام محمد الملؤون كان قراره هنا بقى ولا بدون ايات ولا بتاع قتل بني قينقاع فعمر بهم فكتفهم قراره ان هو يقتلهم كلهم فعمر بهم فكتفهم الرجال والنساء والاطفال كمان واستعمل على كتافهم يعني تكتفهم المنذر ابن قدامى السلمي شايف الاجرام يعني هما ما عملوش حاجة في الاول هو اللي تلك كلهم بالقصة دي المفروض حتى القصة دي نفترض القصة دي صحيح واحدة يا باشة هما تحرشوا بيه جي واحد مسلم رح قتل الراجل اليهودي رح جاي واحد يهودي قتل الراجل المسلم مفروض كده عادل خلاص خلص لا هنقول اليهود غلطانين ان هما قتلوا المسلم طب روح اطلب داية الراجل المسلم او اطلب القصص بتاعه لكن ما تلمش جيشك وتروح تحاربهم عايز تموتهم كلهم اللي بقولك نبي الرحمة وما ارسلناك الا رحمة العالمين مجرم ابني دين كلب رحمة مين مجرم اهو يعني هو اطلق كلهم هما ما عملوش حاجة اليهود اطلق كلهم تمام وافطر عليهم وخد جيشه ومش عايز يطلدهم بس دا عايز يكتفهم وقتلهم يعني عايز ياخد فلوسهم كلها ويكتفهم وقتلهم كلهم الذي لا يؤمن به الا انسان مجرم اللي يعرف القصص دي وما زال مؤمن بمحمد انت انسان مجرم لا تستحق الحياة المهم وكان يهود بني قينقاء بعد ما كتفهم بقى كان يهود بني قينقاء حلفاء الخزرج من الانصار كانوا حلفاء الخزرج تمام فتبرأ منهم عبادة بن الصامد زي ما احنا عارفين عبادة بن الصامد دا كان سيد الخزرج انت خبلك وجعلهم الى رسول الله وكان مين بقى اللي هو يعني كان قبل ما ييجي محمد المدينة كان هو زعيم لمدينة كلها عبد الله ابن وابن سألوه اللي هم بيسموه رأس المنافقين عشان هو كان معارض لمحمد ومحمد كان بيخاف منه وبيشخ على روح منه خلي بالك وما بيقدرش يعمل له حاجة وده الدليل ان محمد كان زي كلب لو نبحت عليه كده لو نبح عليه كده وهشيته بيجري تمام وكلنا فاكرين حادثة الافك بتاعت عائشة لما اربعة ايه شهدوا على ان ايه ازنت راح جالت ايه حسان ابن ثابت ومسطح ابن قثاثة وحبنا بانتجحش لكن ما قدرش يقرب من عبد الله ابن وابن سلول مع ان هو شهد على عائشة بالزن تمام فا عبادة ابن الصامد تبرق منه مين بقى اللي شفع فيهم حلفهم عبد الله ابن ابي ابن سلول فجعل يجادل فيهم رسول الله فادخل ابن ابي يده في جايب درع رسول الله يعني مسك محمد كده من هنا تمام فتغير لونه النبي شفت فين بقى شفت محمد محمد لو واحد همس عليه كان بيطار رأسه سكت هنا ليه فين عمر بن الخطابة اقطع رأسه يا رسول الله محدش فاتح بقى اللي بقى لان عارفين ان عبد الله ابن ابي ابن سلول ده ورانس كتير من قبلته تمام وان هم مقدروش يموتو لو موتو هتدور عركة هتقرص بقتل محمد فعشان كده هم ايه كانوا لمين نفسهم معي فتغير لونه النبي وقال اواي حكا ارسلني قال له شيل ايدك من يعني هو كمسكو كده انت فاهم مده ادو في الجابر قال له ايه ارسلني يعني شيل ايدك وغضب رسول الله حتى رأو لوجهه ظللا يعني غضب غضب شديد جدا انت فاهم ومع ذلك ما قدرش يعمل حاجة يعني محمد اي حد بيغضبه كده تكة كان بيضطر أبته صح لكن هنا ما قدرش يعمل حاجة لين خايف خايف ثم قال واي حكا ارسلني فبص يرد عليه بقى عبدالله ابن وابايا ابن سأله قال له ايه قال والله لا ارسلك حتى تحسن في موالي اربعمائة حاسر وثلثمائة دارع قد منعوني من الاحمر والاسود يعني بقول له والله انا مش هسيبك غير لما تحسن فيهم في الموالي بتوعي يعني الاولياء بتوعي يعني حلفائي اللي هم بنوا قينقاء اربعمائة حاسر يعني اربعمائة بمقاتل معلومش دارع وثلثمائة دارع يعني تلثمائة مقاتل لابسين دارع هم جيشهم كله كان سبوامية تمام قد منعوني من الاحمر والاسود ومعلومة ليك العرب ما بتقولش الابيض والاسود الابيض بيسموه احمر عشان كده عائشة كان بيسموه الحميراء عشان هي كان بيضة ومزة وكده تمام قد منعوني من الاحمر والاسود الابيض والاسود تحصدهم في غداة واحدة اني والله امرون تخشى الدوائر قال له انت عايزت موقتهم كده ده الواحد يخاف بينك ما انت ممكن تعمل كده معانا بص بقى محمد رجع زال خوالي فقال رسول الله صلعا حلوهم بعد ما كتفوهم حلوهم لعنهم الله ولعنهم معهم وتركاهم من القتل شفت يعني هو كان يباحهم انت خبالك انا يباحهم مكتفهم عايز يباحهم انت فاهم زي النعاك انت فاهم مكتفهم عايز يباحهم بالرجال بالنساء بالاطفال وسبب ان انا تكلمت على غزو باني القينقاع لاني نادرا من الملحدين والدين العرب من يذكر تمام يعني غالبا بالكلمة على سباة او طاص باني قريزة لكن باني القينقاع مع ان باني القينقاع في ضيحة زي ما احنا ايه يعني بنشوف كده انت فاهم وباني اجرام محمد انت خبالك فقال رسول الله صلع محلوهم لعناهم الله ولعناهم معهم وتركاهم من القاتل يعني افرج عنه ثم قال هم لك يعني هم مليك يا عم انا سيبهم عشان انا خاف منك والان عشان رسول الله خوال انت فاهم ما بيجيش على الغلبان لكن لما بلايه واحد جامد قدامي انت فاهم ببقى زي الخوال زي ما هو عمل كده شده من البتاعه قاعد يرجه كده وما بدرش يفتح بق ولا يعمل له حاجة ثم قال هم لك على ان يخرجوا من المدينة ولا يجاوروننا فيها ابدا قال له بس يخرجوا من المدينة ولا يجاوروننا فيها ابدا فخرجوا بعد ثلاث بعد ثلاث ايام ولا يخرجون منها عبادة بن الصامد وقيل محمد بن مسلمة وصار بينه قينقاع حتى بلغوا وادي القرى بين خيبر والمدينة تمام وبقوا هناك زمنا ثم احتملوا ما معهم وصاروا سوب الشمال حتى بلغوا اذراعات اذراعات دي هي درعة مدينة درعة في سوريا دلوقتي فقال له ان لبثوا فيها حتى هلك اكثر بص بق غانم المسلمون ما كان في بيوت بني قينقاع من السلاح والة الصياغة وهو ما اخدوا طبعا معهم الدهب والفضة بتقوحهم وكده هو عبد الله ابن وباي بدي نسألوه ده رجل دكر انت فاهم رجل محترم انت فاهم؟ يعني ده رأس المنافخين ده رأس المحترمين انت فاهم؟ منع مجزرة كانت هتحدث فيه وناس ابرياء كان بتحرش بيهم كلب الصحراء الممحون محمد انت اخذ بالك لكن محمد طبعا سلب السلاح بتاعهم سلبوا السلاح بتاعهم وقالات بل كان باستخدموها في الصياغة وكده فكان من نصيب محمد بقى ايه قسي يعني بتاعتقاسهم ودروع وسيوف ورماح تمام؟ وخلي بالك من نقطة خلي بالك من نقطة ان محمد خد الغنام كلها هنا كانت لسه الغنام لسه ايه واعلموا انما غنمتهم من شيء فان اللي لا يخمسوه تمام؟ اا لا هنا قسمة صح خد خمس الغنام لأ دي كت قبل بدر تمام؟ يعني سعب بدر طيب خد خمس الغنام طبعا وده اصحابه قسم على اصحاب الله ربعة الخماس انت فاهم؟ عصابة بقى التشكيل عصابي هنا طبعا بقى ايه بيقولك ايه انت فاهم؟ دعاوا المسلمون بقى تخلص المسلمون من هذا الطابور الخامس قالوا ان هما كانوا طبور خامس الذي كان يعيش بين ظهرانين فاقل اخبارهم ويكشف اصرارهم لعدادهم المشركين يعني هم بيبرروا ان دور كانوا طبور خامس طبور خامس هما هما مش تحت حكمك اصلا هما عايشين لوحديهم وفي حالهم الناس هما ازوش حتى انت فاهم؟ انت اللي عايز تماوتهم وان انت مجرم ومؤذي تمام؟ قولك فضح الله المنافقين يعني عبد الله ابن سلول يعني هو بقى منافق عشان عرض محمد عشان محمد هيرتكب جريمة إبادة جماعية هو عرضه كده يبقى منافق واللازل هذا الحال لما انت تيجي تكلم المسلم على جرائم دينه وجرائم قرآنه القذر وجرائم سنة محمد وحديثه الإرهابية يبقى انت كده منافق يبقى انت كده كافر يبقى انت زنديق انت فاهم؟ لكن تمشي معاه على الباطل بتاعه الكراهية والحقد والإرهاب والقذارة يبقى انت كده كويس يبقى انت كده مسلم تمام لكن لما تنصحه بقى وتقول له دينك دين إرهابي وبحرض على القتل وبحرض على الإرهاب وعيب كده يبقى انت منافق يقول لك عدم التساول مع الياهود في جرائمه فلما يتساول رسول الله مطلقا مع الياهود بعد جرائمه طب ايه الجريمة اللي عملوه؟ طب يعني المسلمين لم يذكروا جريمة واحدة عملوه بانه وقاينه وقاعده إلا القصة الملفقة التي لم يذكر فيها أسماء شخص اللي بتاعت المرأة اللي هي مش عارف مين شد من عليها الجلابية فالناس دي حكت عليها رح جاي مسلم قتل يهودي رح يهود قتلين المسلم وهدي ليس الجريمة دي جريمة ارتكابة واحد يهودي رض عليه واحد مسلم بجريمة أكبر منها انه هو قتله ورد عليه اليهود بجريمة ممثلة انهما قتلوا تمام ومحمد لم يذب ليطالب بدم الرجل ولا بقصص ولا بديه ولا بقى حاج ده محمد راح كده حتى تكبتتك لما لا ديش بدوعه لما لهم جيش أكتر من ألفين نفر انت فاهم عشان يروح القتله سبعمائة نفر والحصون مش حصون زي ما انت بتخيل مش قلعة صلاح الدين يعني حصون ده يعني ايه قاعدين في بيت مبني بالطوب يعني ده عندهم حسن لان الباقي كان بيعيش في عشش من خوص تمام ومهمة بيقولك ايه اه ولو سكت الرسول على مخالفة اليهود المرة تقول له الأخرى فإن اليهود من دون شك سيزيدون من طاولهم ويدخلون في مرحلة أخرى من استهزاب الدولة الإسلامية وكرمة الأمة الإسلامية وكرمة الأمة الإسلامية في المرة الجلابية بتاعت المرة دي ولقد رأينا هذا بص الإرهاب ده يعني دي من موقع الإرهابي الناجس راغب السرجاني ده إرهابي ناجس تمام ليه بي هو لا الصلاة بي هو انتفاهم عامل موقع اسمه اسلام ستوري على تبسيط الإسلام تمام وقد رأينا هدف اليهود قديما وحزيسا وصوزار اللي نراه منه ملايه من القيام تمام طب ما هيهود دلوقتي دايسين بقرامتك البلاط تقدر تعمل معهم كده تقدر تفتح بوقك طيب تقدر تعمل حاجة اليهود بالوقتي يتدق بالجسم تمام وأي ملحد يعني عاقل عنده عاقل لان كثير برضو ممن يدعو ان هم تنوريين لهم مؤيدين للفلسطين لازم يؤيد اسرائيل يعني يقف على الحياة على قلب أو يؤيد اسرائيل بعد ما شفناه من إيزاء وإجرام وإرهاب من المسلمين 1400 سنة لا أنا أؤيد اسرائيل يا باشا أنا أسقف لها بصراحة ان هي اي حد يدوس على رؤوس المسلمين أنا أؤيده لأنهم إرهابيين وبيستقوا على الضعيف بيستقوا علينا عشان احنا أقل لها واستقوا على الأقباط واعذبوهم واتطهدوهم واستقوا على المسيحين في سوريا والعراق تمام فهم إرهابيون فأنا أحيي اسرائيل بصراحة أنا أحيي اسرائيل انت خبالك ان هي دعسة على رؤوس المسلمين والعرب لأن ده الفعل الصحيح لأنهم قوم إرهابيون مجرمون استعبروا المنطقة وطمسوا هوية شعوبهم لكن إسرائيليين رجال ورد رجال بصراحة باك المسلمين يقول لك خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يقود كان يهود يرد عليهم ويقول له محمد بات خلف فنات فعلا أيها المسلمون انتم منسوان خوالات ولا لكم لازمة ولا عندكم كرامة أنا لو منكم كل واحد فيكم أمسك سكينة وقطع زبري لأن دول خمسة مليون دعس عليكم ادياقوا بالجزمة ومحدل مسجدكم المقدس ولا أن تتركوا بل في يوم الآن ما تهدموا وأنا سأكون سعيدا في هذا اليوم تمام لأنكم يعني قوم لا تعقلون في الوقت الذي تتباكوا فيه على أن الإسرائيليين محتلين فلسطين عايزين تحتلوا أسبانيا ويقول لنقض الأندلس السليب وسنستعيد الأندلس أنتم لن تستعيدوا أي شيء دب لكم هتتتناقص وتنكمش كمان هتتفكك وتتشارزم وتبقى دول كتيرة وتفضلوا كده محمية إيه محمية نسانيس سابينكم تموتوا ببعض لكن إسرائيل لن تستطيع أن تقتربوا منها ستبيدكم عن بكرة أبيكم وتمسحكم من على وجه الأرض لو فكرتوا تعملوا الحاجة دولة نووية عندها 150 راس نووية كل واحد قدرته نصف مليون ميجا تون قادرة على مسحكم من على الخريطة وستظل داعس على أنوفكم وأنوف إسلامكم وإلهكم وربكم وقرآنكم ولا تستطيعون فعل شيء لأنكم لا يسرح معكم إلا هذا لو كان الأقباط المصريين رجال كان فعلوا زي ما فعل الإسرائيلين كده وكان حرار مصر من العرب لكنهم مخنيث وكنيساتهم كنيسة مزوخية كنيسة قبطية المصرية فلم تفعل وقتركت المسيحيين المصريين يواجه مصرهم بل وقفت في صف الدولة ضدها تمام فدي غزو البني قاينقاع شفتوا سلوك نبيكم شفتوا إجرامه شفتوا إرهابه شفتوا حقرته واستفزازه شفتوا شهوته الجنونية للدم وذبح الناس والإبادة الجماعية وكان عايز يبهدهم كلهم ويقتلهم وكتفه وكان عايز مهوتهم ولأنقاذهم عبدالله بن وباء بن سلول له كل الشكر تمام فهذا يبين حقيقة أن نبيكم رجل إرهابي دموي مجرم يحرد على القتل والإرهاب نشر الإسلام بالسيف والإرهاب ومن لم يقبل الإسلام راح يقتلوا ويبيدوا جماعي فالأمر واضح والأمر صريح فتمنى أنتم كمسلمين بقى تستوعبوا وتدركوا هذا الأمر وما تجلش ترقعوا ودينكم دين إرهاب ورسولكم كان إرهابيا هذه من الأشياء مفروضت بقى من الثوابت في عقلك حبيب بقى تحتفظ بقى تفضل على الإسلام بعد كده ده موضوعك تمام لكن نبيك إرهابي لما نقول عليه نبيك إرهابي ونبيك قزر ونبيك بجرم جيش تفتح بقك بتقولش بتسخره من الرسول وأشرف البشر وأطهر البشر وأفضل البشر وأحقر البشر أفعله هين أنتم بتقولولنا أفضل البشر يدونه أمارة أمارات كلها بتقول إنه هو من أحقر البشر تمام فمتفتحوش بقوك بقى لما نمسح بمحمد ده البلاط محدش فيكم يصدر صوت تمام بس ده الموضوع ودي الفكرة وتمنى يكون الفيديو أعجبكم وأذكركم مرة أخرى بدعم القناة بالاشتراك في القناة وعمل لايك على الفيديو أعجبكم ومشاركة الفيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي وإلى اللقاء في الفيديوهات أخرى